موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة في إذا هناك أي ملاحظات إذن تعتبر المضبطة مصادقة عليها الرسائل الواردة رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2022 المرفق للمرسوم رقم 19 لسنة 2019 رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص من تهي إليه مجلس النواب حول التالي المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام من قانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن عادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء اختار مجلس بحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة بن جديد للفقرة باء من المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 ميلادي بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصياغته المعدلة المقدم من مجلس النواب اختار المجلس بأحالته إلى لجنة الخدمات رسالة صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها رد صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال موجه من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن السجلات التجارية لإختار المجلس شكرا معالي رئيس شكرا جزيلا نأخذ رأيكم النهاية على مشروع قانون بتعديل بعض حكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيقته المعدلة المقدم مجلس النواب الموافقون اغلبية موافقة أخوان نظرا ل انشغال سعادة وكيل وزارة العمل باجتماع آخر عند الأخوة في مجلس النواب راح نقدم تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض حقام قانون العمل في القطاع الاهلي بالقانون رقم 36 لسنة 2012 فالمقرر يتفضل على المنصة أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة صاحب المعلي الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة أغلبية موافقة تفضلي سأتلود رأيي اللجنة تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وقرار مجلس النواب ومرفقاته واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستشار القانوني لشؤون اللجان وقد اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة المرسوم بقانون من ناحية دستورية ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد الثنين الفقرباء واربعين صدر الفقرباء وستة وأربعين ومئة وخمسة وثمانين من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم ستة وثلاثين لسنة 2012 وإضافة مادتان جديدتان برقمي اثنين مكرر ومئة واثنين وتسعين مكرر وتتضمن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون وضع آلية لحماية إجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الإجور إلى حسابات العمال البنكية وحضر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفرض الجزاء على مخالفة ذلك وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز المكتسبات العمالية وسبل حمايتها والتي جاءت التزاما بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين أن اللجنة توصي بما يلي الموافقة على المرسوم بقانون رقم تسعة وخمسين لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام العمل في القانون الأهلي الصادر بالقانون رقم ستة وثلاثين لسنة 2012 ميلادية والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم شكراً شكراً جزيلاً هل من مداخلات؟ الأخ أحمد الحداد تفضل صوار خير مع الرئيس صوار خير جميعاً بدايةً أود أن أشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب المتميز مع الرئيس هذا التعديل يحوي نقطتين مهمتين أولهما دفع جور العمال في البنوك والمساواة وعدم التمييز والتحرش الجنسي مع الرئيس هو طبعاً هذا التعديل جيد وممتاز ولكن أعتقد أن هناك مشاكل عند تطبيقة أنا أعرف أن وزارة العمل مشكورة تقوم بجهود كبيرة حتى تتفق بنود الاتفاقية رقم 111-1958 التي وقعت عليه البحرين في سنة 2000 وما تقوم به البحرين من قوانين في مجال العمل طبعاً هذه مشكلة بالنسبة إلى الوزارة والوزارة العمل المشكورة قامت بعدة جهود وأعتقد خلال سبتمبر اللي راح الفائد أو أوغس كان هناك ثلاثة أعضاء من مجلس الموقر حضروا اجتماع تنسيق مع وفد منظمة العمل الدولي الذي زار البحرين في وزارة العمل من ضمنهم أعتقد الأخ رضا فرج والخزاعي دكتور محمد وأنا كذلك فهناك طرحة الإشكالات التي تواجه البحرين كما يخص هذه المسألة مع الرئيس هذه المسألة ليست بجديدة هذه المسألة قديمة جداً والاتفاقية كذلك مع الرئيس 1958 يعني اتفاقية قديمة يجب أن تعمل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدول على طرح بدائل طرح نوع من تعديلات على نصوص هذه الاتفاقية التي عفى عليها الزمن طبعاً البحرين ملتزمة وهذا لا شك فيه والدول الأخرى ملتزمة بذلك ولكن هناك إشكاليات نرجع إلى دفع الإجور عن طريق البنوك يعني بنوك عديدة ترفض هذا الشيء يعني عامل اليوم يحصل مئة وعشرين دينار أنا أفتح لحساب كم بيكلف المصرف شكراً الأخ خميس الرمحي تفضل شكراً مع الرئيس وشكر موصول إلى الأخوان في اللجنة الموقرة على هذا الجهد الطيب الحقيقة لا جدال على أهمية هذا المرسوم والحكومة الحقيقة استخدمت حقها الدستوري في إصدار هذا المرسوم وهو مستوفي الشروط الدستورية إضافة إلى الهواجس التي ذكرها الأخ زميني الأستاذ أحمد أيضاً لا جدال على أن المرسوم لم يبين ما هو الواقع فيما لو رفض العامل نفسه من تحويل راتبة إلى البنك هناك طبعاً رواتب زهيدة والعامل يريد أن يسحب كل هذه الأمواء الراتب يسحبها كامل والبنوك أيضاً لا يمكنها أن تترك الحسابات البنكية مصفرة في كل شهر طبعاً فيما لو قل المبلغ عن مبلغ معين هناك خصم شهري يقوم به البنوك بالسحب على الحسابات حتى الحسابات المواطنين البحرينيين أيضاً إذا قل عن مبلغ معين يخصم البنك رسم معين كل شهر وبالتالي فإن العامل الأجنبي هو في حاجة حتى للخمسة دولانير أو على سبيل المثال التي سوف تخصم منه إذا قل المبلغ عن كذا مبلغ وبالتالي فإن هذا سوف يكون عائق أيضاً أمام العمالة وأمام موافقتهم أنا أعتقد بأن يجب أخذ موافقة العامل في تحويل راتبة على البنك نترك إلى الأخ صباح الدوسر يممثل وزارة العمل وكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد يكون عنده إجابة على شكراً يا سيدي معالي الرئيس الله يسعد صباحكم بكل خير أود أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على جميع الجهود لتقدمونها للوطن والمواطنين العامة وللعمالة الوطنية خاصة هذا الموضوع بالنسبة لتحويل الجور يعني موضوع إنساني قبل أن يكون عمالي لأن حتى رسولنا الله صلى الله عليه وسلم وصح أن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأنا أؤكد للأخوان أن لن يكون هناك أي التزام على صاحب العمل أو العامل في دفع أي رسوم عند التحويل لأن حصلنا ضمانات من البنك المركزي من الأخ عمود رشيد المعراج بأن لن يتم الزام العامل أو صاحب العمل بأي مبلغ وثانيا أريد أن أقدم شكر لأصحاب سعادة أعضاء اللجنة على تفهمهم كل ما دار في الحديث وبالأخص مقررات اللجنة التي كفت ووفت في الشرح المفصل الذي وفر عليه الوقت والجهد لكن أقول أن موضوع تحويل الأجور هذا ليس بجديد أحد الدول في مجلس التعاون نجحت في هذه التجربة وأصبح لديها مؤشر في حالة إخفاق أي مؤسسة تعرف أن هذه المؤسسة يجب أن تتابع لكن لدينا في الوزارة شركات أصبحت بالسبع شهور ستة شهور لا تدفع لأن ما عندنا أي مبول العمال من خوفهم من التسفير أو الفصل يتأنون في رفع القضايا عندنا لذلك هذا القانون سوف يحميهم ويخدمهم شكرا شكرا جزيلا الأخ حاضر المعاودة تفضل شكرا مع الرئيس شكرا مع الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد معالي الرئيس أعتقد أن كلام زملائي الذين سباقوني يؤيد ما أحب أن أبدأ به وهو أن المرسوم أشك في استفائه لجميع الشروط كما ذكر زميلي قبل قليل أن طبعا لا خلافة على المواد وأنها مفيدة بل لا أوافق من سبقني في قضية التحسس من فتح الحسابات لماذا لا يُعطى المجلس الذي اختاره جلالة الملك بكل حكمة وبكل حنكة ليسهم في تطوير التشريع كيف يسهم في تطوير التشريع إذا يأتي القانون في الغالب وموافق أو غير موافق المواد جيدة ونحن موافقين وأنا موافق عليها حقيقة وأنا أخالف من يعني الأخوة الذين أثاروا كأن في مشكلة في قضية وكما ذكر سعادة وكيل الوزارة مشكورا أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقة جواد عبدالله حسين تفضل شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس أخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير سيد الرئيس أقدم شكري أيضا إلى اللجنة الموقرة رئيسا وأعضاءا على هذا التقرير المرسوم هو من المراسيم التي تراعي حقوق العمال ولكن سيد الرئيس مثل هذا المرسوم أنا أعتقد يحتاج التريث فيه خصوصا وأنه قد اعتمد جوانب مهمة جدا ينبغي التريث فيها والبحث فيها بروية قضية تحويل الأجور نحن مع تحويل الأجور لا نمانع بالعكس لما يتم تحويل أجور العمال إلى المصارف والبنوك سيتم مراعاة الحقوق وتحويل الأجور في وقت مناسب يعني على حسب ما يعين من قبل المؤسسة أو جهة العمل الأخ تأمون المؤيد تفضلي شكرا مع أهل الرئيس أولا أن أحب أشكر اللجنة لهذا القانون وهو يعني البحرين تحتاج لهذا النوع من القوانين لحماية العمال الوافدين وحمالة جميع العمال سواء وافدين أو غيره وأشكر وزارة العمل والأخ عبدالله صباح الدوسري على كلامه أن هذا أحسن شيء نقدر نعمله في البحرين أن يعني الرواتب تتحول للبنوك من غير ما يكون من صاحب العمل للعمال أنا بصفتي كنت رئيسة العمال حماية العمال الوافدة لمدة ست سنوات يعني مروا علينا الكثير من القضايا يعني الكثير من العمال وهما متدنيين للأجور لا يدفع لهم الراتب ويهددهم صاحب العمل إذا تخبرون تشتكون عليه بسفركم يعني كلها تهديدات فهذا يجعل للعمال يعني يخافون أنه يعني ظلم للعمال شكرا جزيلا الأخ فؤاد الحاجي تفضل شكرا سيد الرئيس والشكر موصول لللجنة على تقريرها وكل التفاصيل أورد هذا التقرير سيد الرئيس يعني جل عدم التمييز في التقرير وقننة اللجنة وقننة المرسوم ما عنا في البحرين من نشأنا وعرفنا أنه ما في تمييز بين البحريني والأجنبي في المؤسسات والمنشآت الكل يعمل جنبا إلى جنبا والكل حسب اختصاصها والعلاقة بينهم علاقة عمال تربطهم مصلحة بصاحب العمل لكن جدت المرسوم قانون وثبت هذا بقانون فالشكر لللجنة اللي أوضحت هذا في تقرير أما ما يتعلق بالعجور سيد الرئيس ودفعها عن طريق البنك بالنسبة للمنشآة يعني مو المنشآة اللي يتجاوز عدد عمالها 500 لما يكون حتى 5 أو 10 لابد من حفظ حقوق العامل العامل البحريني والوافق لابد من حفظ حقوقها وحفظ حقوقها لا يكون إلا عن طريق الزامة بوقت محدد في الشهر يدفع فيه الحقوق يحول هذه الأموال إلى البنوك هذا الإلزام إلا يحفظ حقوق العامل ويبرع ذمة صاحب العمل من المسؤولية العالم شكرا الأخب السامل بن محمد فضل شكرا معالي الرئيس بدأتنا نتفق مع كل ما ذكر ساعتنا بالأول فعلا تقرير اللجنة جوافي وتطرق إلى مبررات توصيتهم بشكل واضح معالي الرئيس أي شيء يديد لا بد أن يواجه بتغيير برافض بصعوبة بتشكيك لكن هذا تغيير إيجابي معالي الرئيس مثل ما تفضل ساعتنا بالأول اليوم إحنا أمام تطوير في المنظومة هذه بدول قليلة اليوم اللي عندها عمليات مصرفية خارج المؤسسات المالية وما زالت تتعامل بسيولة نقدية أغلب دول العالم الآن كل تعاملاتها المالية أصبحت ضمن النظام المالي عندها ومملكة البحرين رائدة في مجال الأنظمة المالية فيجبنا نواكب سمعة البحرين في القطاع ذي ونتعامل مع العملية هذه بشكل متطور بالإضافة للجوانب الإنسانية اللي ذكروها كل من تكلم قبل وقالوا أن استحقاقات الرواتب في وقتها حقوق العمال وحفظ حقوقهم وإلى آخرها كلها نقاط مهمة إضافة إلى ذلك معالي الرئيس في نقطة مهمة أيضا نحن اليوم لما عندنا معاملات مالية نقدية خارج النظام المالي يصعب على الدولة قياس مؤشرات اقتصادية كثيرة مهمة يصعب علينا معرفة أمور كثيرة قادة تصير خارج النطاق أو النظام المالي هذه العملية رح تجعل عملية الرقابة وعملية قياس مؤشرات كثيرة لوضعنا المالي للوضع الاقتصادي مهمة وأكثر وضوحا بعض الدول اللي طبقت النظام هذا اكتشفوا أن في كثير من العمال اللي موجودة اتي بمثلا مسميات وظيفية معينة برواتب معينة ولكنها شهريا تحول مبالغ أضعاف أضعاف ما مدخولها المسجل رسميا في سجلاتها فهذا أيضا لما طبقوا العملية هذه ضبطت أمور كثيرة واعتقد أن تطبيقها متأخر فيجب علينا نسرع في التطبيق ونفعل بأسرع شكرا معي الرئيس الأخ عبد الرحمن جمشير تفضل شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس من حق الحكومة إصدار المراسيم حسب الماد 38 من الدستور وكذلك من حق الحكومة يعني إصدار هذا المرسوم بشفة الاستعجال تنفيذا لملاحظات منظمة العمل الدولية وأنا أرى طبعا أن دفع رواتب وأجور العمال عن طريق البنوك سوف يمنع عدم السلام هؤلاء العمال لأجورهم أو امتناع صاحب العمل في دفع هذه الأجور أنا أعتقد أن دفع الأجور عن طريق البنوك سوف يكون في صالح رب العمل وفي صالح العامل في نفس الوقت لذلك أن هذه طبعا سوف تصل يعني العمال سوف يحصلون على حقوقهم كاملة بدفع أجورهم عن طريق البنوك وفي نفس الوقت يعني مثل ما قال الأخ علي العرادي أن المجال أن يكون هناك أوسع عند العمال لما تكون كثيرة في بعض الشركات الكبيرة أن هناك مجال لغسل الأنوال فنمنع هذا الدفع عن طريق البنوك مسألة غسل الأنوال طبعا الشيء أنا أتصور أن بالنسبة للتحرش الجنسي يعني خصوصا في الوظائف المتدنية يعني جريمة التحرش الجنسي سوف تكون يعني مجال أوسع للغيام بهذا العمل ويعني أنا أشكر وزارة العمل أن وضعت مسألة التحرش الجنسي في هذا المرسوم لأننا بالفعل سوف يعني سوف نحاول أن نقضي على هذه الجريمة التي حسب ما ذكرت الأخي الجمال هناك عقوبات عليها لو قام أحد بها شكرا سيد الرئيس لغ صادق الرحمة تفضل شكرا معي الرئيس معي الرئيس أعتقد نحن جميعا في المجلس متفقين على أهمية هذا المرسوم وأنا أمانتان أعتقد أن صفة الاستعجال موجودة نحن متأخرين في إصداره وكثير من دول العالم حتى دول الجوار تطبق ما ورد في هذا المرسوم وخصوصا في موضوع تحويل الأجور إلى المصارف لدي استفسار معا الرئيس وجه لأخي العزيز سعادة وكيل وزارة هل الوزارة مستعدة الآن للتأكد من قيام صحاب العمل بتحويل هذه الأجور هناك مؤسسات فيها عاملين أو ثلاثة عمال فهل الوزارة الموقرة مستعدة الآن للتأكد من هذا وخصوصا خدم المنازل فأتمنى أن أسمع الإجابة من أخي العزيز سعادة الوكيل شكرا مع الرئيس الأخي جمال فقروت فضل شكرا سيد رئيس تحب جواب على صادق وفق الوكيل عن الإجابة فيما تعلق سيد رئيس أنا أتكلم على موضوع التحرش لك عبد الرحمن ذكر بأن هذا الأمر تعلق بالموظفين الصغار وإلى آخر العام الماضي سيد الرئيس في الاتحاد البرلماني الدولي كان هناك حلقة نقاشية خصصة لموضوع التحرش في البرلمانات وليس للموظفين فقط التحرش في البرلمانات للموظفين وللأعضاء أو العضوات واتضح سيد الرئيس بأن هناك حالات عديدة من برلمانيين لهم مراكز قيادية في أحزابهم يتحرشون بالأعضاء الجدد وكان في الحقيقة حلقة نقاش يعني أذهلت الحضور واستمرت ثلاث ساعات وناقشنا فيه أمور كثيرة وبالتالي عندما نأتي نحن اليوم نضمن قانوننا هذه المادة ليس فقط استجابه إلى قرار أو إلى طلب من مضوعة العمل الدولية إنما استجابه لنقاش كان مجلس الشراء البحريني والبرلمان البحريني حاضر فيه وشارك فيه وأيض ضرورة وضع الضوابط لمنع التحرش في كل أماكن العمل وليس الموظف الصغير أو الموظف الكبير فأنا في الحقيقة أريد أن أقول أنه أنا أشكر هذا المجلس أشكر الحكومة التي سعلتها وأشكر هذا المجلس وبالتالي النواب أنهم استجابوا إلى حلقة نقاشية في البرلمان الدولي وعدلنا قانوننا لتماشى معها شكرا سيد الرئيس الأخ جمع الكعبي تفضل شكرا معي الرئيس وشكرا موصول إلى رئيسة اللجنة وأعضاها طال عمرك اليوم حتى تكلمنا عن حقوق العامل من صاحب العمل لكن لم أسمع من تطرق في حقوق صاحب العمل من العمال الهاربين وخصوصا خدم المنازل بعض العمال وبالأخص خدم المنازل يتمون حوالي سبوع أو سبعين ويهربون من البيت لما يتم قابط عليهم من الشرطة بعد سنة أو سنتين يلزمونك أن تتيب لهم تذكرة أنت دافحت المكتب حوالي ألف ومائتين دينار عن كل خادمة وعليها لازم بعد تدفع لهم التذاكر والمصاريف فطال عمرك نحن نبي شيء يضمن حقوق المواطن خصوصا يعني خصوصا على خدم المنازل وشكرا معي الرئيس المهم أنه بعد هذا النقاش الثري راح نأخذ رأيكم على هذا المرسوم نداءا بالاسم الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال مؤفقة الدكتور أحمد سالم عبدالي العريض أحمد مهدي عبدالنبي الحداد جواد عبدالله عباس حسين خميس حمد محمد الرميحي رضى إبراهيم عبدالله من فريدي رضى عبدالله علي فرج سبيك خليفة أحمد الفضالة سمير صادق محمد البحارنة صادق أيد حسين آل رحمة عادل عبدالرحمن جاسم المعودة عبدالله خلفراش الدوسري عبدالوهاب عبدالحسن منصور المنصور علي عبدالله علي العرادي فؤاد أحمد جاسم الحاجي الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي الدكتور محمد علي حسن علي الدكتور محمد علي محمد الخزائي هالي رمزي فايز قريص ياسر إبراهيم محمد حميدان يوسف أحمد حسن الغتم معالي الرئيس علي بن صادح الصالح موافق إذن الموافقة بالإجماع شكرا جزيلا مشكورين ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم واحد وخمسين لسنة الفين وثمانطاعش بتعديل بعض حكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم سبعة لسنة الف وتسعمية وسبعة وثمانين المقرر أرجو تثبيت التقرير في مطبطة الجلسة الموافقون على تثبيت التقرير في المطبطة أغلبية موافقة رأيي اللجنة تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم واحد وخمسين لسنة الفين وثمانطاعش بتعديل بعض حكام قانون التجارة صادر بمرسوم رقم سبعة لسنة الف تسعمية وسبعة وثمانين مع ممثلية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما استأنست برأي المستشعرين القانونيين لشؤون لجانب المجلس يتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى على استبدال عبارة الوزير المعني بشؤون التجارة بعبارة وزير التجارة والزراعة وعبارة للوزير المعني بشؤون التجارة بعبارة لوزير التجارة والزراعة وعبارة الوزارة المعنية بشؤون التجارة بعبارة وزارة التجارة والزراعة أينما وردت في قانون التجارة الصادر بمرسوم بقانون رقم سبعة لسنة الف تسعمية وسبعة وثمانين أما المادة الثانية فقد نصت على أن يستبدل بنص الفقرة واحد من المادة عشرين من قانون بقانون رقم سبعة لسنة 1987 النص الآتي يجب على كل تاجر فردا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من الالتزامات متعلقة بالتجارة ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ويكون التاجر أو مدير المنشاة أو المصفي بحسب الأحوال مسؤولين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى وزار المعنية بشؤون التجارة عند الطلب في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية ويهدف المرسوم بقانون إلى بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة وتنظيم دارة العملية التجارية لتأكد من التزام التجار بالقوانين وقواعد المنظمة وعدم وقوع حالات التهرب الضريبية أو غيرها من المخالفات وبالتالي تعزيز مبدأ الشفافية وفقاً للتزامات مملكة البحرين والاتفاقيات الموقعة عليها حيث يلسم كل التاجر بمسك الدفاتر التجارية دون اشتراط بلوغ رأس المال حد معين توصية اللجنة في ضوء ما دار من المناقشات وما أبدئ من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون فإن اللجنة توصي بما يلي الموافقة على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تجارة صادر المرسوم بقانون رقم 7 لسنة F-987 والأمر معروض على المجلس موقع الاتخاذ اللازم شكرا جزيلا هل من طالب للكلام الأخ نوار المحمود الشكر موصول إلى رئيس وعضاء اللجنة على تقريرهم يهدف المرسوم معالي رئيس إلى بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة وتنظيم دارة العمليات التجارية للتأكد من انتزام التجار بالقوانين والقواعد المنظمة إلى آخره من ما ذكره الأخ المقرر لكن سؤالي أنا هناك بعض الحرف وبعض المحلات الصغيرة التي لا يصل رأس مالها إلى عشرة ألف دينار التي تم إلقائه هل ينطبق عليها هذا التعديل أو هناك استثناء شكرا شكرا الأخ جمال فقرات فضل سيد الرئيس الحقيقة أنا أعتقد التعديل أتى في محله اليوم من منه لا يعرف ماذا له وماذا عليه كل أبهات تشتغله في التجارة يعرفه من أول يوم أنه إذا اقترض أو اشترى بالدين أو باع بالدين عندها دفتة يصير سجل فيه ونعتقد هذا القانون لا يطالب لا يطالب الشركات أو المؤسسات التجارية المرخصة بموجة من قبل ذات التجارة أن تعين مدقق الحسابات أو أن تعين محاسب قانوني أو أن تعين ما تشاء عليها أن تمسك دفاتر محاسبية تظهر فيها التزاماتها المالية مصادر أموالها ونصرفتها والديون المستحقة لها أو عليها وهذه في الحقيقة أصول محاسبية بسيطة كل تاجر سواء أصدرنا هذا القانون أو لم نصدر عنده مثل هذه المعلومات حتى الخباز أو اللحام أو الخضار يعرف اشترنا منه الخضار بالجملة وبعادها بالقطاعي أما نقدا أو على الحساب وبالتالي كل العمل اللي أتت في التعديل هو أن هذا الدفاتر تشمل الجميع وليس كل من سجل شركة بعشرة ألف ديون وأكثر وأنا أعتقد أن هذا أمر تنظيمي وحتى لو لم يقوم الأخوان بالتنظيم هذا العمل اليوم بكرة مع الضريبة تقوم مضافة سيضطرون أن تكون عندهم دفاتر منتظمة حتى يدفعوا الضريبة التي يستحصروها إلى الجهة المعنية وبالتالي نعتقد أن هذا التعديل أتى في محله في وقته ويجب أن نحن نوافق عليك وموافقنا على ما سابقنا شكرا دكتور عبدالعزيز أبل شكرا مع الرئيس مع الرئيس أنا اليوم أتحدث بصفة نائب رئيس اللجنة أولا وسأوضح بعض المواضيع حبيت باسم اللجنة أشكر الأخوان في وزارة التجارة الحقيقة دائما على تعاونهم مع اللجنة وحضورهم بالدائم في أي مواضيع وحضور وأيضا انفتاح في الحوار ودائما نصل إلى التوافقات معهم مناسبة جدا الشكر واجب لهم الله يسلمك لأنه فعلا يقوم بواجب أكثر يقوم بعمل أكثر من الواجب فيما يتعلق بعملهم مع اللجنة يساعد عمل اللجنة مع الرئيس أعتقد مثل ما تفضل زميلي جمال كل التجار من السابق حتى قبل هذا الموضوع يمسكون دفاتر يحدد ما له وما عليه في دفتر وكان يعني مسك الدفاتر أساس من المحاسبة وأعتقد ما عليكم تدركون هذا الموضوع بصفتكم يعني متطلعين على هذا المسألة فأعتقد ليس هناك شيء جديد لكن هذا الموضوع هو بحكم الآن مطالبات التهرب الضريبي لمنع التهرب الضريبي وليس فقط على البحرينين على الشركات الكبرى أو المؤسسات الكبرى التي لها علاقة قد تكون بأجانب تحديدا لديهم مؤسسات أجنبية في بلدانهم مطالبون بأن يكون حساباتهم مفتوحة سلام كالله في كل الدول الاقتصاد الذي يعتمد على السوق يجب أن يكون منظم حتى في البرادات البرادات لا يروح البرادة ولا يسجل بالدين يسجل كم دفع كم باع هذه طبيعة الأمور ولا أعتقدنا في مشكلة مطلقا في هذه المسألة على أي تاجر بحريني إذا كان تطبقها تخدم مصالحه وتخدم أيضا يعرف ما له وما عليه وكيف ممكن يطور خدمته في هذا الموضوع أعتقد ليس هناك أي مشكلة مطلقة فضل أخ نادر وكيل وزارة التجارة نادر المؤيد شكرا مع الرئيس يعني التعديل بشكل عام كان الأساس فيه هو حفظ حقوق التاجر نفسه لما يحتفظ بدفاتر منتظمة وكذلك حفظ الأطراف الأخرى سواء كانت جهات تعمل مع صاحب السجل أو يعني يتبين ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويمكن وضحها سعادة الأخ جمال فخره بشكل جيد اللي هو يعني موضوع التزامات المؤسسات هي موجودة حاليا بس تأكيدا لها وجدت في هذا المرسوم لتعديلها بدل ما كانت في السابق كانت ما هو أكثر من 10.000 دينار فالآن شملت جميع السجلات التجارية لأصحابهم يعني الهدف الأساسي منها حفظ حقوق التاجر نفسه وحقوق الآخرين كذلك شكرا معي الرئيس طيب تفضل الأخ الأمير العام أخذ الرأي ندائم بالاسم بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض أحمد مهدي عبد النبي الحداد جواد حبيب جواد الخياط جواد عبد الله عباس حسين خميس حمد محمد الرميحي رضب راهيم عبد الله منفردي صادق عيد حسين الرحمة عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة عبد الرحمن محمد سيف جمشير الدكتور عبد العزيز حسن علي أبول الدكتور أفاطمة عبد الجبار محمود الكواجي الدكتور محمد علي حسن علي الدكتور محمد علي محمد الخزائي الدكتور منصور محمد عبد الله سرحان منا يوسف خليل مؤين ياسر إبراهيم محمد حميدان يوسف أحمد حسن الغتم معالي الرئيس علي بن صالح الصالح موافق والأخ رضم فردي ما كان موجود موافق فإذن الموافقة بالإجماع شكرا جزيلا مشكور المقرر يتفضل أرجو أن يثبت التقرير في مضبطة الجلسة الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة أغلبية موافقة رأي اللجنة تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب مع ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس كما بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات على المادة الأولى منه حيث ارتأت إعادة صياغة البند 10 من المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون ليكون نص البند كالآتي المادة الأولى يستبدل بنص البند 10 من المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم النص الآتي أولاً تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية الخاصة للطالب ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم تربوياً ومتابعة تقدمهم ودمج الفئة القابلة للتعلم في المدارس ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه الفئات التي يجتمل عليها ذو الاحتياجات الخاصة والقد قامت اللجنة بعادة صياغة البند المذكور للاعتبارات الآتية أولاً تؤكد اللجنة على أن الحق في التعليم مكفول للجميع بموجب دستور مملكة البحرين حيث نصت المادة سبعة منه على أن ألف ترعد دولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم سبعة وعشرين لسنة ألفين وخمسة بشأن التعليم المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب ثانياً الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم شكراً جزيلاً إذن نفتح الباب للنقاش الأخت سبيكة خليفة الفضالة تفضلي شكراً معالي الرئيس بس تعليقاً على كلام الأخوة في الوزارة التربية أنا بالنسبة لذا والاحتياجات الخاصة أهم نفسهم موهوبين ومتفوقين وإنجازاتهم للدولة والتعليم وفي جميع القطاعات إنجازات واضحة وما يستهان أبداً بها معالي الرئيس في الجلسة السادسة تم مناقشة المشروع بقانون وكان هناك الكثير من الآراء والمداخلات من الأخوة فتم إرجاع القانون إلى اللجنة المشروع القانون إلى اللجنة كانت مداخلتنا من المراكزة على شيء واحد إن تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة تعريف يعني متشعب وكبير ويختلف من دولة إلى أخرى ويختلف أيضاً في البحرين من وزارة إلى أخرى فتعريف الصعوبات عفواً ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف في وزارة التربية والتعليم عن ما هو موجود في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيعني التعريف شامل ولا أنا أقدر أحسره بعدد معين وكنت أذكرنا نقطة مهمة وهذه أنا أعتقد أن من هذه النقطة أيضاً اللجنة خذت براينا ومشكورة اللجنة نخذت براي الأعضاء وأننا قلنا أن الموهوبين والمتفوقين وكبار السن هذه كلهم يندرجون تحت الاحتياجات الخاصة فيوم كان الاقتراح أنه نطلع صعوبات التعلم كنا موافقين أن نطلع صعوبات التعلم على أساس أن الموهوبين والمتفوقين طالعين من تحت مضلة التعريف أما الآن التعديل اللي جاءت به اللجنة تعديل سليم مئة بالمئة تعديل شمل الكل تحت المضلة ونترك التعريف في اللائحة التنفيذية للوزارة وإحنا من هذه المنطلق نتمنى من الوزارة مراعاة نقطة مهمة نقطة تضمن للطلباء يعني ما ينظلمون في التعليم اللي هي إذا أحنا صنفنا صعوبات التعلم أنا أرجع للنقطة الأولية اللي كانت في التعديل يعني إن شاء الله تفيدكم في اللائحة اللي يصدرونها قريباً ومذكور في التقرير في النقطة السابعة شكراً جزيلاً الدكتور محمد علي حسن شكراً معالي الرئيس وأيضاً الشكر موجه للجنة على تقريرها الكامل والوافي في هذا المقام أنا أعتقد وأعتقد كلنا نعرف أن فئات المحتاجين للتعلم هي أربع فئات فئات المعاقين أو ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة سواء إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية أو إلى آخره وهذه الفئة في الواقع ربما تهتم فيها ليست وزارة التربية والتعليم إنما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهناك الفئة التي تسمى التي لديها صعوبات في التعلم ومن هم لديهم صعوبات في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو غيرها وهناك فئة ثالثة والمتخلفين عقلياً أو الذين لديهم صعوبة أكبر من موضوع الصعوبات في القراءة أو الكتابة وغيرها وهناك الفئة الثالثة وهي محل الاقتلاف وهي فئة الموهوبين أو المبجعين أنا أعتقد التعريف الذي أتت به اللجنة وهو الاحتياجات الخاصة هو تعريف شامل كافي وهي مظلة واسعة تشمل كل هذه الفئات الأربع ولا في داعي للتفصيل وأنا أعتقد أن ترك التفصيلات لللوايح الداخلية التي تعدها الوزارة يكفي في هذا المجال شكراً سعادة الرئيس دكتورة جهاد الفاضل في الرابع من فبراير اجتمعت اللجنة ودعت ممثلي الحكومة وكنا متفقين مع رأي الحكومة ولكن لما اجتمعنا مع الأخوة مع المختص الأستاذ خالد السعيدي وشرح لنا أن القصد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج الموهوبين والمتفوقين ودوي صعوبات التعلم ودوي بطء التعلم وعسر القراءة والمتأخرين الدراسين وحوالي 14 فئة وعندهم وأيضاً في المرئيات الوزارة ذكروا أنهما هناك في بصدد اصدار مشروع قرار بلائحة يعني فيها هذه توضح هؤلاء أو هذه الفئات بناء على ما تفضلوا به شرحهم وهما ذوي الاختصاص فهني يعني قلنا وأيضاً يعني أود أن أوجه شكري العميق إلى أخواني وأختي العزيزة سبيتشا وأخواني الأستاذ بسام والدكتور محمد الخزاعي اللي أثروا نقاشات اللجنة في هذا الموضوع يعني شفنا أنه فعلاً إذا بنفرد ذوي صعوبات التعلم وفي عندنا أيضاً هناك الموهوبين حسب ما ذكروا وزارة التربية الجهة المختصة فصار هنا شوية إشكالية معناته هناك فئات أخرى من المفترض أننا أيضاً نحطهم في القانون هذه رأيهم فبناء عليه تغير رأينا قلنا لا لازم معناته هناك يعني نحتاج إلى تعديل فعدنا الصياغة هذه اللي شفتوها أمامكم الدكتور أحمد العريض تفضل بأن إضافة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين تعت هذه الكاتيجوري الفئة التي أتابها القانون ستدكلنا في متاهات أنا أريد أن أستفسر من الجماعة في وزارة التربية والتعليم أن هناك فرق كثير بين هذه الفئتين ولكن إضافة هذا المبدعين إلى هذه الفئة أعتقد أن هناك في العالم قانون في جميع نحاء العالم إضافة هؤلاء كلهم تحت كاتيجوري واحد أو تحت فئة واحدة أرجو أن يعاد سياغة الموضوع الرجاع إلى الرص الأصلي هو السليم شكرا سيد الرئيس الدكتورة فاطمة الكوهجي شكرا معالي الرئيس هناك كان بس بقيت أوضح حق سعادة الأستاذ سبيكا لما قالت إذا تم إدراج صعوبات التعلم تحت هذه المضلة فسوف يخسر الطالب من إدراجه في أي مدرسة خاصة بعدين لأن القوانين ما تسمح لهم لأنا اليوم هنا مع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد عندها مرئيات واضحة وعندها قوانين واضحة أي مدرسة خاصة تبي أن تدرج هذا النوعية وهذا الفاع عندها لازم تقدم مرئياتها إلى الوزارة ويتم التصديق عليه والموافقة لأن في النهاية هذا الطالب يتم تدريسه وتدريبه في المدرسة ويستلم شهادة آخر شيء فيعني الخلل مو أن وزارة التربية ما توافق إدراجه في مدرسة خاصة لا إذا كانت مدرسة خاصة هي قادرة على تقديم هالخدمات ممكن أن هي تكون من ضمن هالفعات هذه شكرا الأخ علي العرادي آخر متكلمين شكرا معالي الرئيس معالي الرئيس صراحة أنا أجد تقرير لجنة مهني وأمين جدا ونقل كل وجهات نظر الأعضاء سواء كانت في الجلسة لأن تضمن أيضا مضبطة الجلسة أو الذين حضروا أمام اللجنة الآن يبدو أن هناك يعني رد وصل من الحكومة هذا الرد تضمن سياسة تحسين ودمج وقبول ثلاث فئات الإعاقة الذهنية البسيطة متلازمة داون واضطراب التوحد أجد بأن النص الذي اقترحته اللجنة أو الذي عدلته اللجنة يعني أدق وأصح ويأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء وكذلك كل ما دار من مناقشات الآن أرى بأن التوجه العام هو التمسك بالنص الأصلي ولكن صراحة النص الذي اقترحته اللجنة هو أفضل من ناحية السياغة أفضل من ناحية أنه يشمل كل هذه الفئات ويأخذ في عين الاعتبار جوهر ما تناقش به أصحاب السعادة أعضاء هذا المجلس ويعبن عن رغبتهم والنيتهم وكذلك رغبة اللجنة وأعضاء اللجنة يعني صراحة من الغبن الآن أن بعد كل هذا التعب أن نذهب ونتمسك بنص أصلي طرح اقتراح عليه بتعديله وأخذ حيز كبير من المناقشة والنقاش ومن وجهات النظر ومن الرسائل وكذلك من اشتراك بعض أصحاب السعادة الأعضاء في اجتماعات اللجنة على كل من بعد هذا النقاش نأخذ رأيكم الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ اللي ما يريد التعديل ويحافظ على المادة على القانون الحالي الموجود يرفض طيب إذن المجلس غير موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ أخوان لم يتوقع لدينا إلا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 المقرر معالي الرئيس أرجو طلب تثبيت التقرير الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة أغلبية موافقة تفضل شكرا معالي الرئيس تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد حسين المسقطي صادق عيد الرحمة درويش أحمد المناعي بسام اسماعيل بن محمد عبد الرضا عبد الله فرج وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وبعد الاستئناس برأي مستشاري اللجنة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسلامة الاقتراح بقانون من ناحية دستورية رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيساهم في تحقيق التنسيق بين نصوص قانون الشركات التجارية عبر توحيد الإجراءات المتطلبة لحضور الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له كما يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ذات المسئولية المحدودة بحيث لا يضطر الشريك لتحرير توكير رسمي موثق لمن ينيبه في الحضور عنه لا سيما إذا كان التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص يقتصر على حضور الاجتماع المحدد حصرا في التوكيل توصية اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد حسين المسقطي صادق عيد الرحمة درويش أحمد المناعي بسام اسماعيل بن محمد رضا عبدالأفرج طبعا هذا الاقتراح يطلب منكم جواز النظر فيه حتى يتم حالة إلى الحكومة الموقرة للصيغة النهائية ثم يرجعك مشروع قانون إذا ما في أي مداخلات على الموضوع الموافقون على توصية اللجنة أغلبية موافقة مشكور وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم وإلى اللقاء إن شاء الله في الاجتماع القادم ترجمة نانسي قنقر